كيف فينا اتمرن على التحدث باللغة الإنجليزية لوحدة؟ هذا هو موضوع الفيديو اليوم. خليكم معنا. السلام عليكم. معكم نور من ماستر انجليش. واليوم لح أعطيكم أهم النصائح لتقدروا تتمرنوا على التحدث باللغة الإنجليزية من دون ما يكون عندكم حدا تتحدثوا معه. كيف؟ من دون ما يكون في حدا تتحدث معه؟ نعم، انت منك محتاج انه يكون في عندك حدا أجنبي يجي يحكي معك اللغة الإنجليزية ويصحح لك أخطائك لحتى تتقن التحدث وفن المحادثة باللغة الإنجليزية. هايدي خرافة. صح بساعد انه يكون في حدا أمريكي أو بريطاني أو أسترالي تتكلم معه. بس مننا حاجة ميسة. يوم نحشيرك معكم ست طرق تقدروا تتحدثوا تتمرنوا على التحدث باللغة الإنجليزية لتوصلوا لمرحلة الطلاقة بالتحدث. خلي ببيلك انه يجب ان تستعمل هذه الطرق كل يوم وبفترات منتظمة خلال النهار. هيا لنبدأ. لنبدأ. أول طريقة مهمة كتير هي shadowing. shadowing يعني إنك تقلد إنك تستمع الاستماع والتقليد. هي أبسط طريقة وما بتتضمن كتير من التفكير وما بتتطلب كتير من المهارات باللغة الإنجليزية. وبتقدر تبدأ فيها الآن مهما كان مستواك. هذه الطريقة لن تساعدك بتركيب الجمل بشكل مباشر والشروع بالمحادثة فوراً. لكنها ستساعدك في إتقان النطق وتمرين العضلات التي تتطلبها للنطق. خلي ببيلك ان المحادثة باللغة الإنجليزية هي أكثر من مجرد كلمات وتعابير بنحطن حد بعض. هي المشاعر هي ارتفاع الصوت وانخفاضه هي النبرة. هي الإيقاع والتشديد على المقاطع الصوتية بالكلمات والتشديد على كلمات في الجمل. وهي كمان إنك تعرف أين تقف بين الكلمات وأين تسرع للتأثير وأين تبطئ للتشديد. إذن الهدف ما إنه تركيب الجمل بس الهدف هو إنك تستمع لفيلم مثلاً تعمل بوز ترجع تردد الكلمات بنفس النبرة بنفس الصوت تحاول تقلد كاملاً اللي عم يقوله الممثل أو المعلم. بهذه الطريقة عم تركيز إنك تستعمل عضلات النطق وعم تركيز تتقن إيقاع اللغة. لكن شو هو الشاروينغ؟ هو الاستماع والتقليد. تاني طريقة هي إنك تتكلم مع نفسك. التكلم مع نفسك لم يعد علامة على الجنون بعد الآن. ما في داعي إنك تخود بمحادثة طويلة عريضة مع نفسك. الهدف إنه تستعمل الكلمات والجمل والتعبير اللي تعلمتها. للتعلم اللغة الإنجليزية بشكل صحيح يجب أن يحصل شيئاً. أول شيء التعلم بشكل مستمر مع التكرار. تاني شغلة التمرن بشكل مستمر مع التكرار. إذاً التعلم لحاله منه كيفي والتمرن لحاله منه كيفي. لازم تتعلم إدخال المعلومة والكلمات والجمل. تتمرن وتعيد الكلمات وتنتج إنتاج و لازم تكرر إعادة. إذاً إدخال، إنتاج، تكرار. هذه الفورميلة المعادلة الكتير مهمة لتعلم أي لغة. إدخال، إنتاج، تكرار. في كتير ناس بيراسلوني و بيقولولي أنه عندي مخزون كبير من الكلمات والجمل، بس ما عم بقدر أتكلم اللغة الإنجليزية. عليك أن تتمرن حتى تستطيع أن تربط بين الأجزاء الصغيرة والقطع اللغوية. الأجانب ما بيتعلموا كلمات فقط. بل هن بيتعلموا قطع من الجمل. بيركبوها مع بعضه. كلمة لهيك كتير مهم مثلا تتعلم فيك تضغط هون لتتعلم وتفهم كيف تستعملون. وعشان هيك نحن بسلسلة ألف كلمة شائعة ما بنعطيكم كلمات فقط بنعطيكم جمل بتفهموا كيف بنستعملها لتصير الجرامر والجمل باللغة الإنجليزية مألوفة عندك وتقدر تستعمل القطع من الجمل وتركبها مع بعضها. مثلا انت بتعرف هاد الجملة وحافظه I like to drink coffee فأنت بتاخد القطعة I like to بتحط كلمة تاني I like to go shopping I like to cook I like to eat cake I like to learn with master English بهالطريقة انت عم تستعمل مخزونك اللغوي وعم تقدر تألف جمل وعم تتمرن على المحادثة بنفس الوقت. اكيد لازم تقولها بصوت عالي لحتى تتمرن على المحادثة. اذا النصيحة هي انك تتمرن على انك تنطق اللي تعلمته خلال النهار خلال فترات زمنية منتظمة. ما تتمرن انك تقول الجملة متل ما تعلمتها فقط. يعني انت تعلمت لي question السؤال what are you talking about ما تقولها what are you talking about what are you talking about وتعيدها أعطيها مشاعر تمرن عليها وكأنك متفاجئ what are you talking about تمرن عليها وكأنك غاضب what are you talking about تمرن عليها وكأنك منزيش what are you talking about فتمرن عليها وأعطيها مشاعر وبها الطريقة حتتقن فن المحادثة وحتقدر تتكلم بطريقة شيقة أكثر. إذن الاستماع والتقليد والتكلم مع نفسك كتير مهمين وهيك لن تضطر إلى أن تفكر بكل كلمة لوحدة والترجمة وبعدين تركبها لما تاخد مقاطع من الجمل مقاطع لغوية بيصير أهيانا تركبها ع بعضها وهالشي بيوفر عليك كتير من التفكير وكتير من الوقت خلال المحادثة. تالت طريقة هي أنك تتخيل باللغة الإنجليزية. بعرف أنه هذا الشي قد يبدو غريباً بس هذا التمرين كتير حيساعدك وحيساعدك تكون عفوة بكتير حالات. عندما تمشي أو تركض على الطريق مثلاً تخيل أنك عم تتحدث مع الأشخاص اللي عم تشوفهم اللي عم يمرقوا حدك باللغة الإنجليزية باستعمال الكلمات والجمل اللي أورادي تعلمتها. حتى لو مخزونك اللغوي صغير حاول أنك تستعمل. يعني مثلاً تعرف كلمة hi just say it. أي واحد بيمرق حدك قول براسك hi. أكيد إذا تخيلت أنه عم يسألك شو اسمك ما تقول له hi. just say your name قول اسمك. هكذا تجبر مخك على حفظ وترسيخ ما تعلمته. وكمان عم تجبره يبحث عن الأشي اللي تعلمتها واللي مفكر إنك نسية. تخيل كيفك تبدأ بالمحادثة. مثلاً شفت شجار بين قطتين على الطريق ومرق واحد قدامك. تخيل إنك عم تتحدث عن الشجار بين القطتين مع هذا الشخص. أو إذا مررت أمام مقهى مثلاً تخيل إنك تخلت وأنك تطلب اللاتي المفضلة لديك. تخيل الconversation اللي معقولة تصير. Hello, good morning. Good morning. How can I help you? I would like a large latte. No sugar. Coming right up. What's your name? Noor. وبعد ما تاخد اللاتي وتشوف اسمك كيف مكتوب. You're like, oh man, I hate it when they get my name wrong. فبحير الطريقة إنك تتخيل باللغة الإنجليزية بتسارك على التفكير باللغة الإنجليزية من دون ما تترجم. حتسارك تفكر وتلاقي الجمل بشكل تلقائي. automatically. رفع نصيحة هي إنك تسجل نفسك وإنت عم تتحدث باللغة الإنجليزية. Don't be embarrassed. لا تشعر بالخجل. هيد الطريقة كتير مهمة لتحدد أخطائك ولتصححهم. إنت لما تتحدث مع نفسك بتكون عم ترتب الكلمات وكل شي تعلمته بذهنك. وهذا الشي يوفر عليك كتير من الوقت بالمحادثة الفعالية. حضر أيضاً مسبقاً الكلمات المتعلقة بالموضوع أو المواضيع اللي ممكن تستعملها أو اللي ممكن تتحدث فيها. مثلاً إذا أنت اختصاصك computer science فيك تبحث مسبقاً عن الكلمات اللي تستعملها بهيدا المجال عشان تقدر تستعملها بالمحادثة مع your co-workers مع زملائك في العمل. فتحدى نفسك إنك تتكلم عن موضوع معين كل يوم أمام المرآة سجن نفسك ولو لديقتين هيدا الشي كافة إنه يفيدك كتير. قامت طريقة هي إنك لما تقرأ أي شي باللغة الإنجليزية كتاب رواية article whatever read it out loud. اقرأ بصوت عالي كلمال تسمع نفسك كلمال تتمرن على الpronunciation. حتى إذا انتهت من قراءة قصة أو من مشاهدة فيلم فأنت حاول تتحدث عن الفيلم أو القصة باللغة الإنجليزية. هيدا تمرين كتير مهم وحيساعدك كتير. الثالث طريقة هي tongue twisters. tongue twisters. twist إنك تعصر أو تبرم. tongue twisters هنا عبارة عن جمل تحتوي على كلمة متشابهة باللغة. فلما تتمرن على tongue twisters هتتحسن النطق عندك بشكل هيد. أنا اللي حتحدى نفسي اليوم حقققراركم هاي ذا tongue twisters. فيكن انتو تتحدوا نفسكم وتقروا بهذا tongue twister باللتر P بيتكرر كتير. فهي را تمريني كتير مهم لحتى تتعود تقول حرف P باللغة الإنجليزية. خاصة انو مع نييه باللغة العربية. ـ بيكّر Pandemie. ـ ہوو! Where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? That was hard. أنا بتحديك تقولها وتتمرن عليها على حديث ما تتقنه. لكن تعلمنا اليوم 6 طرق مهمة لحتى تقدر تتحدث باللغة الإنجليزية وتتمرن على المحادثة لوحدك. الإسماع والتقليد التكلم مع نفسك تتخيل باللغة الإنجليزية سجل نفسك وأنت عم تتحدث باللغة الإنجليزية تروي قصة بتعرفها باللغة الإنجليزية والTong Twisters. من وين تبدأ؟ أنا اللي حقلك هلأ ابدأ أنك تتحدث مع نفسك أمام المرآة باللغة الإنجليزية وسجل نفسك. اختار أي موضوع مثلاً تكلم عن القطط هلأ باللغة الإنجليزية أمام المرآة وسجل نفسك وبعد ما تنتهي اكتب الجمل أو الحوار اللي دار بينك وبين نفسك عن القطط بالكومنس تحت الفيديو ولو كانت جملة صغيرة وجملة بسيطة. أكيد نحنا ناطرينكم لتتواصلوا معنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حتم بقوا هلأ عندكم على الشاشة عم نجرب نرد عليكم كلكون وعطونا شوية وقت بس نحنا منحب كتير نسمع منكم. فرجوحوكم للقناة ودعمونا بلايك وشاركو هالدرس مع أحبابكن كرميل يستفيدوا معكن وكرميل نسوي دروس أكتر مثل هالدرس. شجعوا رفقاتكن وأحبابكن يشتركوا بالقناة خلونا نوصل لنصف مليون سبسكرايبر وإن شاء الله للمليون معكن. انتو قال خير وبعرفكن بتحبو تنشو الخير. وبشوفكن بالدرس المقبل إن شاء الله. سلام عليكم.